نقطة نظام ولكن الحمد لله إلى حد كبير احنا عندنا برضو رغم هذا الارتفاع في الأرقام إلا أنه ما زلنا في المنطقة الآمنة في هذا الوباء لكن الحقيقة لفت انتباهي الفترة الأخيرة أنه ما زال هنا البعض بيحاول أنه يتلاعب أنه يثير بعض الفزعات عند الناس بخصوص هذا الملف وبدأ يلعب أو يتلاعب في البيانة الإحصائية اللي بيطلعه وزارة الصحة يعني بيطلع بيان إحصائي يشبه هذا البيانة الرسمية اللي بيصدر من المؤسسة الرسمية للدولة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة وبيطلع أرقام ضخمة جدا وأرقام كبيرة جدا بشكل شبه يومي وده بيثير قلاقل ومشاكل عند الناس وبيخل الناس إلى حد كبير بتبقى يعني منزعجة من هذا الأمر فإحنا حابين أننا يا جماعة لو سمحتوا أننا نلتزم بهذا البيانة الإحصائية اللي بتصدر وزارة الصحة وبشكل يومي بعد الساعة السابعة مساء من كل يوم وبيطلع أيضا بعض النصائح اللي علينا جميعا أننا نلتزم بيها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يشوف لنا مخرج فيه من هذا الوباء اللي ضرب العالم بأجمعه حابب أننا أرحب مع حضراتكم بسيد اللواء محمود منصور النائب الأول ليه رئيس حزب الغد أهلا بك سيدة اللواء أهلا بحضرتك نورنا النهاردة والله يا حسنة أهلا بحضرتك طبعا حنا كنا موضوع الحلقة الأساسي بتاعنا هو فيما يخص العمل السياسي والبرلماني في مصر ونصلت الضوء على الانتخابات المقبلة وبعض المفاهيم الخاطئة اللي عند الناس ولكن خلينا نتكلم فيما يخص كورونا يعني فيه خمس بقاية كده يعني الأرقام إلى حد ما بدأت تزيد تمام ربما يكون ده وضع طبيعي في ظل انتشار هذا الوباء وكون انتشاره ربما لأنه بعض الناس أو كتير من الناس ما كانتش مرتزمة خلال الفترة الماضية ولكن برضو كانت الدولة كانت إلى حد كبير كانت بتسهم في أن هي تمنع التجمعات وعملت عدد من الإجراءات علشان تحد من هذا الموضوع وفي المقابل بنلاقي بعض الناس تمام على وسائل التواصل الاجتماعي بتطلع أرقام مزيفة وهي أرقام ضخمة جدا على غير الحقيقة تمام وبيتقول أنه هذه الأرقام هي الحقيقية وما هو السبب يعني هل فيه ناس إيه مصلحاتها نتعب الحاجة زيجة كويس بسم الله الرحمن الرحيم إحنا لازم نقر جميعا مع بعض إن في مشكلة خطيرة حصلة عندنا في المجتمع المصري وهي إن إحنا تلينا بجماعة الإخوان المسلمين من حوالي تسعين سنة تمام ده كان اتلاء زي هي المرض الأساسي في المجتمع بتاعنا الملاحظ طول التسعين سنة اللي فاتت من أيام الملكية محاولات واختيالك محاولات للسيطرة على الوضع السياسي في البلد محاولة للوصول للسلطة بأي اسلوب بأي طريقة بالرغم إنه ما عندهمش الكوادر اللي تتولى المسئولية كلمة تتولى المسئولية زي ما إحنا نهاردة عندنا حكومة الحكومة دي تتولى مسئوليات مسئولية التموين مسئولية العلاج مسئولية السياسة الخارجية مسئولية مية نهر النيل مسئولية الأمن الحدودي أمن القوم الملفات الاستراتيجية خاصة بالمصريين بالدولة النصرية إحنا شايفين إن إحنا نجحين كدولة حاليا في الفترة دي في كل الأمور فيه ناس مسئولين قادرين يغطوا هذه الأشياء أو هذه المسئوليات الإخوان لم يمتلكوا وحتى هذه اللحظة لم يمتلكوا وواضح إنهما في المسابة بل مش مركزين على إنهما يصنعوا كوادر هما مركزين على إزاي يوصلوا للسلطة أثناء الوصول للسلطة هو الهدف وهو الشيء النهائي بالنسبة لهم لأنهما متهالهم إنهما كده مجرد ما قاعدوا على السلطة برغم إنهما جربوا سنة ونص في مجلس الشورى وفي رئاسة الجمهورية ولم يفعلوا شيء ولم يغيروا شيء ولم يقدموا أي لون جديد على الحياة بل هما قدموا ألوان سيئة وفوضوية وهو ده اللي عايزها القوة العالمية اللي ربنا بينتقم منها في أرضها دلوقتي النهاردة اللي عايزها تعمله في مصر زي ما عملته في دول العربية كتير وبالتالي إحنا عن طريق الفوضى الفوضى دي جزء منها إن إحنا جزء مننا بينولادنا من بعد حرب 73 بدأ من سنة 75 بدأ مخطط أجنبي عالمي يوجه للعالم العربي استخدمت فيه مجموعات كانوا بيجندوها من هنا بيلتقطوها بنات وصبيت وشبان وشبات بياخدوهم يدربوهم برا سواء في الدوحة أو في صربيا أو في أمريكا أو في لندن ويفسحوهم ويمتعوهم بقول ويمتعوهم ويبسدوهم ده من 2006 تقريبا أيوة الأمور بدأ بادري تمام علشان ينشروا الديمقراطية في العالم العربي هي الديمقراطية زي الديمقراطية اللي كانوا يقولوا هينشرها في العراق فهم خربوا العراق عن طريق إنهم يعملوا فوضى الجزء التاني والأساسي للقوة العالمية اللي عايزة تقريب العالم العربي عشان تبضى الرجباء وتنصف دمه هي هو إخوان المسلمين اللي من نفسهم راحوا نفسهم تحت جزمة الغربيين عندهم قناعا ما حدش هيحكم مصر إلا موافقة أمريكا وبريطانيا دي سزاجة سياسية وفكرية دول شوية بولدة في السياسة وفي إدارة الدول وجايين بعزين يديروا مصر يديروا في المئة مليون وبالتالي أحد أدوات الوصول إلى السلطة هو أن أنت تشوي الحكومة كل حاجة ما يتم تقدم فيه في أي ملف وبالتالي إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا بقى في وصينا مش مرضى الإخوان بس ده الإخوان واللي جالهم مرض الفوضى اللي هو أنا مش عايش في دولة أنا عايش في عزبة بابا عايش في العزبة الزيتية بتاعتي ما لي جعوا بالقانون ما لي جعوا بالعالم بتاع مصر ما لي جعوا بالسلام الوطني بتاع الدولة قال له وما أنت عايش بتاكت في وصينا ليه انت عايش بتنفس اكسجين معانا ليه انت حشر نفسك في وسط المصريين ليه لما انت مش معترف بالدولة المصرية لكن تواجد هذا النوع من البشر في وسطينا هذا النوع بيعتقد انه عن طريق الفوضى اللي بيعملها او بيمارسها انه هو هينتصر طب يا ابني لو عندك شوية زكاء شوية مش زكاء شوية زكاء كنت تعلمت في الست سبع سنين اللي فاتت ان الدولة المصرية الحديثة المدنية انتصرت وحققت انجازات كتيرة على الارض اللي نظره ضعيف شايفها كويس قوي واللي سامعه تقيل سامحها كويس قوي يعني مصر اتغيرت مصر عمل فيها حاجات كتيرة جدا خلتها دولة محترمة مصر وصل بيها الحال انها بتصدر النهاردة بصل اكتر من اي حتة في العالم رابع دولة بتصدر بصل في العالم بعد امريكا والهند ودولة تالتة تمام الله بنصدر برطوان بكميات كبيرة بنصدر فواكه وفراولة يعني احنا دولة بتنتج بتعرف تجيب عملة صعبة عشان تشري المصانع ومكان المصانع اللي بتتعمل جديدة هنا في مصر مصر وقفت على رجليها لما اجي بقى من ضمن الفوضى ان احنا نقعد نشنع على وزارة الصحة اللي في المستشفيات نسيب الدكاترة ينطلقوا يطلعوا المهارات اللي جواهم نبقى القلبنا على بعض نحب بعض شوية شباعنا كره تعبنا من الكراهية ومن الحرق في الشوارع والقتل في بعضينا منظرنا بقى وحش عيب كده المصريين يبقوا كده قدام العالم ده احنا انضف من كده بكتير ده احنا بقالنا سبع تأناف سنة دولة كويس ولكن ارادة الاستعمار الغربي وارادة الهبل اللي موجودين اهبل في الدوحة حتى تعيل عايز يعمل نفسه امير الدولة الاسلامية وواحد تاني في التركيا مخبول عقليا ورجل ماسوني يعني كلب من كلاب الصهيونية العالمية جاي عايز يعمل دولة الخلافة العثمانية الاسلامية هذا الرجل انا بتاهمه بجناف وانتهى الخطورة ده قضى على المذهب السني في سوريا اللي ما عارفش يقتلهم على ارض سوريا بينقلهم على ليبي عشان يتقتلوا هناك يعني سوريا اردوغان وبفلوس الولد اللي بيسرق خزنة قطر قضى على السنة في سوريا تمام ماذا بقى من السنيين او الناس السنة المذهب السني في سوريا بعد كل الدبح اللي هو بعملوا فيهم ده ده اللي طمعانين كنا او دول خدمين المخطط الغربي اللي بينافزوه وبرضو الغباء بتاع الكل انه ما تعلمش ان مصر عصية ما تعلمش ان فيه مئة مليون ما بقولش خمسين مليون راجل فيه مئة مليون مصري ومصرية مستعدين يبيعوا عمرهم في داءة لهذه البلد احنا عناديين احنا الشعب الوحيد اللي بيحب بلده بشكل مش موجود في الارض انا لا في الدول كتيرة في العالم ما شفتش حد بيحب بلده زينا لان احنا ملناش بلد تاني احنا عددنا كبير ما فيش حد يستحملنا ما فيش حد يطقنا ما حدش قدر يوكلنا او وفر لنا اكل وبالتالي احنا بنحب بلدنا لان احنا بنحب نفسنا بنحترم نفسنا مش عايزين نهين نفسنا في ان احنا لاجئين عند حد ما هواش عايزنا وده يتطلب مننا ان احنا لازم كل واحد يقوم بدوره في مسألة ارتفاع نسبة الوعي عند الناس ان انت لازم توعيهم تفهمهم كل الملفات اهميتها ده نقطة نقطة تانية الغرض من اللي بتعمله بعض الجماعات وبالذات على رأسها جماعة الاخوان فيما يخص الملف السياسي فيما يخص الملف الاقتصادي تحديدا لان ذا كان بيتم التركيز عليه خلال السنوات الماضية تمام نسبة الوعي هنا دور مين هل دور الدولة بس دور الاعلام دور الاعزاب السياسية تمام ولا المفروض انه كل واحد ليه دور معين لازم يقوم به في هذا الملف تحديدا بامانة انا من قرية قريتي الشباب اللي فيها والناس اللي فيها بدأوا ياخدوا بالهم او بعد ما جاءت كذا حالة في القرية بتاعتنا في وسط مصر يعني انا انا من وسط مصر يعني انا بحراوي وصعيدي في نفس الوقت وبالتالي انا شايف مصر كلها وباروخ بلاد تانية قرية تانية في الوجه البحري وفي انا وفي سواج تمام طيب الناس بدأت تكت بالها وتبقى حذرة وبدأوا يتصدوا للفوضويين بقوة وبإصرار الاعلام انا زهقت من كتر كل شوية تجيب اي قناة مصرية كل قطاع خاص او قطاع حكومي كل شوية تحذير بيفكرني بغسيل ايديا بالماء والصابون بيفكرني بالاتير او الكحول اللي اغسل بي ايديا بيفكرني بان انا اقعد في البيت العملية بقيت فالاعلام عين بدوره يشكره بيفكرونه عشان محدش ينسى في ناس ملخومة في شغلها وفي رزقها فلما يجي فرصة ويفتح التلفزيون بيلاقي اللي بيفكره في اول نشط كل نشط اخبار موجز انباء التذكرة قائمة اذا الصحافة ايما بنفسه دور اعلاني وبتنشر كل النصيح اللي بتطلع من وزارة الصحة او من رئاسة مجلس الوزراء الحكومة ايما بدورها الحكومة بتحاول توفر الفرص اللي تخلي الانسان قادر على تنفيذ النصيح والتعليمات فاضل دور بعض الناس مسئولية بعض الناس تمام المسئولية دي مش هتوصل 100% ابدا لان زي ما قلت ان فينا ناس زكاءهم محدود وبقوا انفوضوين لانهم اغبية مش هاركين يقروا مصيرهم مصيرهم هايبقوا خارج الحياة خارج المجتمع المصري خارج قوة الانتاج المصرية اللي بتتحرك النهاردة زي ما قال الرئيس عفتاح السيسي اللي مش لاقي شغل يطلع على العالمين مدينة العالمين الجديدة او على العاصمة الادارية فرص العمل المتاحة كتير جدا اللي كل واحد عايز يشتغل مفيش حد عنده حجة يقعد في البيت وقول اصلا مش لاقي شغل لا الشغل موجود وبأجر مميز والمدن دي بتتبني عشان الكل يشتغل مش عشان خاطر المدن تتبني ماهوش البناء للبناء لا ده فيه اهداف اقتصادية كبرى لمصلحة ان البلد كل الناس تلاقي رزقها وتاكل وتلاقي لقمتها الهنية النظيفة اللي جاي من عرق الكد او الجبين تمام لان القرش اللي مش جاي من عرق الكد بيبقى قرش مش حل صحيح ما يمريش في الجسم ولا في جسم ولادنا الحاجة التانية مين الاشخاص دي بقى حالك قلتلي الدولة تقوم ايما بدورها الاعلام ايما بدوره ولكن يبقى بعض الاشخاص او الافراد مازال عليهم دور لم يقوموا به تلات فئات فئة اتظلمت او مش عايز اقول اتظلمت سابوا نفسهم يتظلموا على مدى السنين اللي فاتت لحد ما بقوا مضحايا للاعلام الهمجي او الفوضوي او الثقافة بلاش الاعلام الثقافة اللي مشت زي السرطان كده او زي الميا تحت التبن لما وصلت لامخاخ بعض محدود الزكاء او محدود الحيلة مع الحياة ففضلوا الاستخاء اللاموا بلاه انه مالهوش دعوه بالحياة اللي حواليه هو اللي دعوه بنفسه فبقى انسان اناني بيريح نفسه ده انسان محتاج علاج نفسي والاولى به انه هو يعالج نفسه لان الايام مش معاه الايام هتبقى ضده لانه هو هيلاقي نفسه خارج ما سينا ان دهوقتي فيه ناس بتبني نفسها شباب طالع وشباب بيبنوا نفسهم بينطلقوا بينضموا لدولة تنهض انت بقى طلحت نفسك نتيجة ارتخاء عصابك ارتخاء سلوكك ارتخاء مخك وانا متعمد اتكلم اقول لفظ ارتخاء تمام بس هسلبية ولا انانية لا دي انانية خلته يبقى سلبي ما هو الاناني عايش جوا نفسه مصاله مالهوش جعوة بالمجتمع اللي حواليه حتى اخواته مالهوش جعوة بيهم حتى ولاده او ولادها مالهوش جعوة بيهم ده واحد عايش في الانا الانا مموتاه واخد بلك ده نوع النوع التاني اللي هو غير الظروف الثقافية اللي تسللت لمجتمعنا من وسائل الاعلام والتليفونات المحمولة السم الهاري اللي موجود على التليفونات هنا والاخبار المزيفة المجموعة التانية هي مجموعة الاخوان الارهابيين اللي بيسموا نفسه اللي بيتمسحوا في الاسلام والاسلام منهم بريء وطبعا اللي ما كانش فاهم فهم كويس او من خلال مسلسل الاختيار اللي ألفه الأستاذ المؤلف باهر دويدار فهم الحقائق وفهم ان دول ما لهمش علاقة بالاسلام دول قتلة مأجورين بياخدوا فلوس مقابل ان هما بيقتلوا مقابل ان هما بيخربوا البلد ونفسهم يخربوا مصر وبيقتلوا أحلى شباب مصر لان اللي بيستشهد هم أحلى اللي الأحلى ما فينا اللي استشهدوا معايا في حرب 73 أنضف من كان فينا أحسن من كان فينا صحة وشباب وأخلاق وعلم تول الشهداء سواء في 73 أو في الحرب التحدييري الحالية اللي هي استكمال لحرب 73 عشان سيناء تنضم انضمام كامل لمصر زي ما السيسي هو وفري العمل اللي معاه رحوا عاملين الأنفاء من تحت القنال وستة أنفاء النهاردة غير الكباري بتربط أرض مصر بعضها المجموعة بتاع الإخوان دي عندهم أفكار مسمومة عندهم حالة استعلاء ديني هو في الحقيقة مش استعلاء ديني ده حالة ولا تمايز ديني دي حالة قلة أدب حالة برضو غباء أنه هو ما يعرفش أن الإسلام هو علاقة شخصية بيني أنا والله إسلامي هو علاقتي أنا بأله عز وجل مش علاقتي بين أنا الشغل رئيس ومعرفش أن في حاجة اسمها دولة حديثة وأن الحياة بتتطور نسيب الآخرين يتطوره وإحنا نفضل عايشين في اللي كانوا عايشين فيه من 1400 سنة أو 1300 سنة أو 1200 سنة الحياة بتتغير صحيح بيتطلط يعني ضرورة النتة تتواكب مع العصر أي مكان والإسلام ما هواش جامد بهذه الدرجة أنا مذاكر الأديان الثلاثة وكانت في وقت ملأوات صنعتي تخصص الأديان الثلاثة الإسلام فيه سهل جداً بسيط جداً له مراجعين محددين القرآن والسنة مفيش بقى فرصة للمؤلفين والمشايخ ما عندناش مشايخ بالإسلام إحنا عندنا القرآن والسنة فالطريق المسلم سهل جداً ما يدعوش لنويتوه أو يدور على شيخ يجرجروا معاه الفئة الثالثة دول بقى اللي هما أمثال 6 أبريل اللي هما بيتجهزوا لأن اللي عايزة أقوله حاجة عايزة نتهمها الدول فيه دول اللي هي دول عايشة عالة على الدول العالم الثالث اللي بنسميها الدول الغنية أنا سفرت أوروبا وشفت المنظر الناس عايشة أنا في صغرات قال له لما أوروبا بالجمال ده أمال الجنة شكلها عامل إزاي إيه ده الشوارع نضيفة تلمع أنضف من كيس المخد ده اللي بنمع عليه الشوارع الشبابيك مليانة ورد ألوان كل حاجة نظيفة كل حاجة جميلة ودول مش مسلمين تمام حسنكيات أفراد ومجتمع حال الناس دي بقى عايشة في العز ده منين من سرقة الغزق بتاع الدول العالم اللي بنسميه العالم الثالث اللي احنا كنا منه وبنسيبه دلوقتي عشان نبقى من دول المتقدمة اللي بتحترم نفسها كويس الناس دول بيستغلون الناس دول عايزين يعجزون الناس دول عايزين يبضلوا يستمروا بسرقة زي ما بيحصل في ليبيا أردوغان عايز يسرق بطرول من البحر المتوصل هو ملهوش لو عندي وقتك تشرح قانون البحار امتداد حقوق الدول في البحار هنعمل له هنعمل له حلال طبعا أردوغان ملهوش حاجة خالص غير المياه الإقليمية بتاعته بالعافية حل وبالتالي ملهوش مياه اقتصادية غير حتة محدودة وبعيدة عن مصر وبعيدة عن عن ليبيا عن ليبيا بزاك مالوش علاقة بليبيا خالص هو مالوش علاقة فعلا بليبيا نبص بالخريطة ونشوف القانون بتاع البحار بزاك طيب إذن إحنا عايشين في وسط أطماع الأطماع دي مبنية على انتلاك قوة الحمد لله دلوقتي بقينا بنمتلك القوة دي الحمد لله والحمد لله إحزا ما إحنا شيء في لحلوقتي أسيوبيا ما حاولتش تخزن المية إنها عارفة لو حاولت تخزن المية إن هي مش هتقدر لأن مصر موجودة بإرادتها ومصر تقدر تمارس العمل السياسي والدبلوماسي وا 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 أنا ما قلتش حاجة هنا وا 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 هو دا حقيقة يعني إحنا أيمين بدور دبلوماسي وسياسي خلال الفترة اللي فاتت ويمشينا في هذا المسار التفاوضي على أكمل وجه تمام أولا حتى نكتسب شرائية في كل شيء تمام ثانيا علشان نظهر أمام العالم إنه مصر ليست دولة معتادة على أحد في أي حال فمصر أيمة بدور في هذا الملف بشكل كويس جدا خلنا نبقى في الملف اللي احنا هنتكلم في الملف السياسي في مصر المفاهيم الخاطئة اللي بتحيط في أزهان الناس ومسيطرة عليهم بإنه مثلا سيادة اللي هو بقى عضو في مجلس النواب تمام حلوة هو هو بيشيل في زهنه بيشيل من زهنه خلص مسألة الدور التشريعي والرقابي والسياسي اللي هو أصلا دوره الحقيقي داخل البرلمان وحاطت حاجة اسمها الدور الخدمي أو الخدمي تمام هو ده الأساس إنه المفروض إنه هو يعيين لإبني أو الكلام دا كله كيف يمكن أن نبدل هذه المفاهيم اللي الناس تأثرت بها على مدار عشر عقود ويجيد؟ هي المفاهيم دي كانت زالت في لحد سنة 75 لما مصر أعيد بناءها بعد ثورة 52 وبقى فيه شعب عزيز بيمتلك بلده وعنده عزة نفس ورفع راسه وبقى إنه كلنا ودك تسعة صحيح ما بقاش فيه عبيد جوال مصريين أنا شفت ما كانت حادث في بداية الخمسينات لإن أنا عجوز أسألي من أيام حتشبسوت أنا فاللي حصل اللي حصل بعد كده بعد سنة 75 في مصر من إطلاق الأفكار الرأسمالية إطلاق الرأسمالية على أعنتها بلا ضابط ولا رابط ولا قانون وبدون فهم حقيقي للأنظمة الرأسمالية ومحد الشرح للناس ولا عمل قوانين في مجلس النواب أها شوف دور مجلس النواب ولا عمل قوانين في مجلس النواب تحكم الرأسمالية الوطنية اللي احنا أطلقناها في الشارع المصري وأصبح القصة دراتي سبع على الفلوس وتحول الناس من عبادة الله إلى عبادة السروة أشياء خطيرة حصلت تمام وأصبح أحد وسائل السروة الرخيصة وسهلة الكوسة والوساطة يتصل بيك يقول لك أنا أتصل أنتخي باللي يتصل بيه اللي اتصل بيه عدوى السنواب اللي اتصل بيه بالليل يصحي يروح معايا لزبط المباحث أو البال مأمور عشان خاطر يأخذ ابني من الحجز ويروح قال له الكلام ده يتعمله إزاي مش ده ضد القانون وإحنا مش عايشين في دولة يا راجل انت وهو دي دولة والدولة دي عشان أقدر أزبط علاقاتي المئة مليون مع بعض وما حد يشي أضغى على حد لازم يكون فيه قانون مكتوب ويتنافز وما فيش واسطة تخلي أطلع واحد محتجز غير بالقانون وأجيب محامي والمحامي هو اللي يمارس القانون صحيح واحد تاني يقولك عايز ابني يخدم في الحتة الفلانية ليه هو ابنك مماز عن باقية المصريين فيه منظومة معمولة للتوزيح للخدمة والشغل تمام غير كده أنا مش هركز مش هركز على النقطة دي حاجة تانية واحد يقولك أنا عايز ابني يشتغل في الحكومة طب الحكومة عندها موظفين زيادة في كل الوزارات وإذا كانت فيه وزارة جد فيها عايزة وظائف بتطلب بتقولك نقي أو افتح الباب لانتقال الموظفين من الوزارة الفلانية لوزارتك فإذا الحكومة عندها اكتفاء اطلع على القطاع الخاص ابدأ انت صنع في بيتك يا رجل أنا عندي تجربة شخصية بنت من البنات عايزة تشتغل ما فيش شغل واخدها بكلوش سجارة لقيت عندها صالة كده زريفة رحت واخدها وجابت جلود وراحت خدت كرس في تصنيع الجلود ونهاردة الانتاج بتاعها بيتورد لجهة معاناة بتصدر المنتجات الجلدية خارج مصر الكلام ده حصل في قلال حوالي سنة بقت من المصدرين أو المنتجين الكبار للصناعات الجلدية المظيفة والجميلة والتي تعلمتها في شهرين ثلاثة ماهش عملية بس صعبة وده بالمناسبة التوجه العالمي فيما يخص مشروعات صغيرة المتوسطة وحتى توفير كل المطلوب فيما يخص مثلا الفلوس فيما يخص تسويق المشروعات فيما يخص حتى تسويق الفكرة عايزين ننتج زي أوروبا وزي أمريكا وزي اليابان ننتج ونبيع ونشتري ونتهنى باللي هنشتري معانا فلوس كتيرة فنقدر نشتري اللي احنا عايزينه لكن أعود في مكتب في الضل عشان في الآخر أخذ مرتب وقلال وقعد حط إيدي على خدي وقل على قد فلوسهم لا نرجع بقى للموضوع أنا بقى نجحت ودخلت ميلس النواب تمام؟ يا ترى أنا كده اتحولت من محمود منصور المواطن المصري إلى محمود منصور بعضشي ومعلق تاج هنا ولا تاج بتاع الملك فاروق وهنا تاج بتاع الملك فؤاد وأشد اكتافي الوراء وبقت حضرت عدو مجلس النواب لا دنا هو محمود منصور هو هو عندي ثلاث سلطات جديدة فقط لا غير فقط لا غير بقولها فقط لا غير السلطة الأولانية أني نحقي أني أقترح تشريع جديد يعني إحنا شايفين أن أن أي في حاجة غلط اللي بيحصل في الشارع المصري موضوع الخلع مثلا أني تم استخدامه بطريقة مبالغ فيها يا ترى نقعد نفكر أنا وناس من الحزب التاعي اللي هو مثلا حزب الغد أو أي حزب أخر كلها أحزاب مصرية وكلها أحزاب وطنية نقعد نفكر يا ترى الخلع ده استمرت زي ما هو ولا يتحطله ضوابط أكتر ولا يتلغي خالص طب الطلاق زي ما كان فيه مناقشات الفترة اللي فاتت الطلاق يبقى متحدد ولا لازم يتم قدام لجنة أو قدام هيئة محكمة أو لأكرو ويبقى كتابي وقدام مسؤولين يرجعوا الطرفين وبالتالي ده اختراح تشريع أقترح تشريع أكتبه بحيث أي أمكان التعليم بتاعي وبديه بسلمه في الأمانة بتاع مجلس النواب فيه لجان متخصصة من الموظفين اللي دارسين قانون على أعلى مستوى بيبتأوا ويعملوا صياغة والصياغة تروح لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء يدرسها ويكتبها بالصياغته هو أو يعدلها القانون ما يطلحش كده فيهم وليلة ما هو السلق بيض ده حتى سلق البيض بياخد على الأقل عشر دقايق ولا ربع ساعة تمام دي مسؤولية كبيرة حيات إن أنا أكون مسؤول أنا وآخرين من خلال الجمهورية لأن عضو مالس النواب بيبقى عضو مالس النواب عن مصر مش عن الدائرة اللي نجح فيها مسؤول عن كل مصر وده مش جاي عشان يبقى حضرة العضو ده جاي عشان يكون خدام للمئة مليون يرتقي بحياتهم وعشان يساند الوزارة يساند الوزارة يدعمها على طول يأما يكون يقدم أفكار إضافية يصحح بها مصار الحكومة لو هو في المعارضة طيب اللي حاصل أول حاجة قلنا تشريع اقتراح تشريع جديد وبعدين يرجع لماجلس النواب ويتخذ رأي الأعضاء اللي هو ما بيمثلوا اللي من أسوان ومن اسكيندرية والبحيرة وشمال سينة وجنوب سينة والسويس وغيره طيب حلو كلام جميل القصة اللي فضلالي دلوقتي الحاجة التانية الحاجة اللي فضلين اللي هما بختلف بيهم أنا كاعدهم اللي سنوامة عن بقية المواطنين السلطتين السلطات اللي عندي إن أنا أرأي بالحكومة الحكومة يعني إيه؟ يعني مجموعة الوزارات اللي موجودة هناخد وزارة الصحة كمسال أنا موجود النهاردة رايح أزور حد صاحبي في بورس عيد تمام؟ وأنا بزوره لإن أنا أعيده مجلس نواب أروح أخد الكاميرا بتحتي وأشغل التصوير ولو شفت حاجة غلط أصورها ولو شفت حاجة حلوة أصورها حاجة ملفتة للنظر يعني فيه نظافة فيه نظام فيه منظومة أمن وإدارين على الباب في الاستقبال فيه مكان للجراش المنظر حوالي المستشفى من بره نظيف ده يتسجل ويبقى يتعمل بيه شكر من كلام مجلس نواب للوزيرة أو للوزارة كلها لو لقيت حاليات وحشة أصورها لو حد موظف جوة المستشفى عطاني ورقة فيها أخطاء أو فيها تجاوزات للعرف والقانون للقانون بتاع الدولة والمنظومة بتاع تضبط الصحة والتعليمات السيدة الوزيرة أخد الورقة دي لأن فيها تعليمات مخلفة لدخل المستشفى للأوامر اللي موجودة اللي عام لها الدولة أو الحقومة لقيت منظر وحش موجود وحد مائم على الأرض تمام؟ بالرغم أن فيه سرائر فاضية في عمبر تاني جنبيهم أو في العمبر اللي في الدولة للفوق يعني في عمليات تمامية أي مكانت المخلفات أي مكانت المخلفة أخذ دي الحاجة دي وأطلع بيها على بيتي اللي هو بيتي اللي هو مجلس النواب بتاع الشعب المصري نواب الشعب المصري ناخد بالنا من الألفاظ اللي بتتقال المساميات نواب الشعب المصري مش نواب دايرة كذا نواب أي دايرة في مصر ماشي الكلام ده هيروح برضو لعملات مجلس النواب هم هيدرسوا الموضوع ويرتبوه ويشوفوا طبقا للقانون أستدعي الوزيرة أستدعي الوزير أستدعي وكيل وزارة متخصص أستدعي المحافظ أستدعي المسؤول بقى تمام؟ المسؤول مباشرة عنه جوه مجلس نواب الشعب المصري انت شاف أنا عايز بقى عدوما يسنواب شكله عامل ازاي؟ ها؟ مش جريبي ولا بلدياتي ولا بالقبيلة بتاعتنا لا أنا عايز عدوما يسنواب يقدر يشيل الهم دوت يقدر ما ينامشي طول الخمس سنين تمام؟ أو لحد ما يقع من طوله الحاجة الأخيرة بقى تخيل إن هذا الغلبان اللي انت هتنتخبه اللي هتنتخبه ها؟ اللي هتديله سلطة عشان يبقى عدوما يسنواب هتديله سلطة إنه يوافق أو يرفض اتفاقية دولية عملتها بلدك ماضى عليها رئيس الجمهورية أو مع دولة تانية أو ماضي عليها وزارة مع وزارة تانية أو مع شركة عالمية زي وزارة الكهرباء مع شركة سيمينز ييجي بقى عدوما يسنواب لأ انت انتخبته ده؟ يقول لا أنا مش موافق الاتفاقية دي فيها ظلم المصر الاتفاقية دي ما فيهاش فايدة ما فيها الظلم بس ما فيهاش فايدة المصر احنا ممكن كان فيه عروض أخرى جاي من الحتة الفلانية أحسن من العرض ده وتكليغي الاتفاقية الرئيس السادات لما جه من كامبي ديفيد كان هو مضى على الاتفاقية هناك في كامبي ديفيد الاتفاقية ما لهاش أي قيمة قيمتها بعد ما مجلس النواب يوافق عليه مجلس النواب الشعب المصري يا لهويت شايفين قد إيه تكبرته أو حملته الراجل ده مش كبرته حملته مسئولية مصر قد إيه ها شفته بقى مسئول قد إيه لازم يعرف يفكر إزاي لازم يعرف يدرس هو والمجموعة البرلمانية اللي هو بينتامي ليها ومع زميله في البرلمان إذن الموضوع ما هوش موضوع تهريك ولا موضوع وسط غير كده بقى غير الثلاث حاجات دول هو مواطن مصري لا يستحق أي امتياز لا مني ولا منك ولا من أي مواطن ولا مواطنة مصرية ولا يستحق أي استثناء حتى ما يستحقش أي مكافأة ياخدها تمام إذا كنت أصرف له مصاري في المكتب إذا هيتفعه عشان يسئبان للمواطنين والسكرتاري اللي في المكتب يعني خمس تلاف عشر تلاف جنيه تمام ده اللي اللي عايز يفكر اللي عايز يحترم نفسه كمصري تمام إنما يبقى مجلس النواب معمول عشان عدوا مجلس النواب يخش على المحافظ وقول له النبي عايزين استثناء عايزين من الكشك السيار ده يتعمل على الناصر دي ولا على طب ده استثناء عشان يوقف عمليات إزالة لمباني مخالفة ده تكسير للقانون تكسير للقانون يعني تكسير للدولة يعني إزالة للدولة للكيان الدولة أيها بالتالي بقى كده هنا أصبح من المفروض يعني إنه في ضوابط للاختيار عملية الاختيار مسؤولية تمام من هسأل سياد مسؤولية المواطن أيوة تمام أيوة مسؤولية الدولة ما هو المواطن بالزبط المواطن المفروض إنه لما بيجي يختار يبقى المعيار ما هيش للا الأقربون أقو أولى بالمعروف لأن مبدأ ما ينفعش يكون في الموضوع ده تمام إنه هو هذا الرجل لديه من الخبرة الكافية تمام وهو مؤهل إنه يقدر يواجه الوزير يقدر يقول أن هذا الكلام خطأ وأن هذا الكلام صحيح وأنه يقدر يبت في هذه الاتفاقيات الدولية مش هيبقى عنده مش هيبقى واحد عادي وقوله يالله مجرد أن أنت معك أرشين ويالله نختارك عشان تبقى عضو مجلس نواري صحي دخلنا في الأرشين هتكلم أنا بحساسية وبحذر شوية أرشين دول بقى هو الواقع لا ما هو ده وحشة حقي بحق سيادتك لا لا يعني بقول سيادتك أنا أقصد دلوقتي بقى ما هو شائع إنه اللي معك أرشين بينزل أيها ما كويس ما هو ده وحشة بحقنا كمصريين هو مش عيب مبدايا يعني إحنا خلينا نتفق على هذا الكلام ده مش عيب ده عار لا 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 هو مش عيب أنا نختلف بقى تفسير دي ياشوة لا ما أقصدش أنا أقصد أنا أقصد أنا أقصد أنا مش عيب إن أنا أبقى غني وانزل الانتخابات لا أهلا وسهلا إنما الرشوة الانتخابية ده موضوع تاني أيوة لا أنا بتكلم عن الرشوة الانتخابية نا آه تمام تمام الكلام ده عيب إنه يحصل بيننا لأن السبب بصير زي ما قلنا وإحنا بقى بتوع الكلام ده إيه الإسلام هو المذهب هو الدين الوحيد الذي قال أو تحدث عن أطب مطعمك تكون مستجابة دعا ها؟ تكون مستجابة دعا أطب مطعمك اللقمة اللي بتاكلها فالدعاء اللي هتقوله ربنا يستجيب لي صحيح إزاي تاخد رشوة عشان تبيح صوتك هتبيعه لمدة خمس سنين إنت هتبلي مصر فهو واحد لا يستحقق أن يكون نائب لمدة خمس سنين هيجي يقعد يتجسطن على الكرسي بتاع مجلس النواب ويقبض الحسنة اللي بتطلع أو المكافأة اللي بتطلع وفي الآخر مقدمش بالبلد حاجة مجلس النواب دا مش جاي عشان يتعمل تمثيلية مجلس النواب دا جاي عشان يدعم الدولة يدعم الحكومة يدعم كل الوزراء اللي موجودين أسندهم أداية بظهرهم بالفكر بالحلول تمام وأحيانا بيكون البصلة وأحيانا دا أنت لتقود الاتجاه كله بالزبط وبعدين كنت عايزة أقول حاجة تانية تأها قبل ما بس عشان أختم نقطة دي اللي لها مهمة أوي لأنها انتشرت يجب أن لا يكون هناك علاقة بين هدية ألا هسميها هدية وهي في الحقيقة ليست هدية هي السم هاري تمام بين هدية وبين الاختيار لي اختياري لعدو مالس نواب أنا بختاره جوة لجنة مغلقة تمام هنا بقى بيتبان بقى منت مع نفسي إذا كنت مرغم أني أخذ الهدية حياءا أو أو إلى آخره لأي سبب فأنا جوة لجنة الانتخابات أنا مسؤول أني أكون حر في إعطاء في اختيار الصوت العدو اللي بنتخبه دمرة اللي بعد كده كنت عايز أقول حاجة في الأول إحنا لما نخش الانتخابات أحزاب المصرية كلها أحزاب وطنية وبتنقسم لمجموعتين ده اللي لازم يكون في الأنظمة اللي احنا وغدين الموضوع للبرلمان وغيره أساسا من التراث القديم وطورناه والأوروبيين خدوه قبلنا وطوروه قوي وعملوه كتبوه بقى في الكتب وبقى في نظام البرلمانات والمجالس الشورى وما شابه طيب اللي بيحصل دلوقتي إن إحنا لما بنخش الانتخابات كأحزاب ما إحنا بنيجي نعمل بنتكون حاجتين لو في حزب واحد قدر نشكل الحكومة يعني خد نص الأعضاء العدد مثلا 500 مثلا ده مش رقم حقيق لو 500 تقريبا لو هم 500 والحزب قدر ياخد 251 صوت 251 عدو ناجحوا من عنده بقى ده اسمه حزب الأغلبية طبعا لو خد أكتر بقى من 251 أي رقم فوق 250 يبقى هو حزب الأغلبية وده من حقه إنه يعمل حاجتين يقم يشكل الحكومة يقم يبقى هو مشترك مع الحكومة اللي بيشكلها السيد رئيس الجمهورية طيب ماشي نحن نظام رئاسي وبالتالي بقيت الأحزاب بتروح فين بتبقى هي أحزاب المعارضة الوطنية المصرية تاني أقولها تاني أحزاب المعارضة الوطنية المصرية اللي هي قاعدة في خدمة الحكومة وفي خدمة الحزب الرئيسي اللي هو أخد الأغلبية وأكتر حزب في الأحزاب التانية اللي هي أخدت أصوات أقل من 251 تمام بأكتر حزب واخد فيهم أصوات بيبقى هو رئيس المعارضة هو اللي بترقص مجموعة الأحزاب المعارضة في مجلس النواب والمعارضة هنا مش معارضة اسطح معايا الكلام ده مش هتسمعوه تاني أحزاب المعارضة مش دورها أنها تطلع تهتف في مجلس النواب ويرفع يده فوق تمام لا ده أنا بعارض لمصلحة مصر بالعقل بالهدوء بقدم حلول مش طالع أطول لساني وإن اللي أدى بجوه مجلس نواب مصر ها إحنا مش لمين لماما ده إحنا لمين العزماء لمين الناس الأفاضل اللي في المجتمع بتاعنا تمام هو بالتالي اللي يطلع يشغل في المعارضة طالع يأتي بحلول مش أي بضيع وقت المعارضة ده ما كانش موجود قبل كده يعني دايماً إيه المعارضة مفهومة إنه أن يكون هناك لدد في الخصومة أن يكون هناك يعني إن ما شتمتش محمود بيه أنا آسف يبقى مش معارض تمام إنما مسألة اللي هي المعارضة المنزهة عن أي اعتبارات أخلاقية مش موجودة قبل أنا بتكلم عن سنة 2020 وأنا رئيسي عبد الفتاح حسن السيسي تمام اللي هو في رأيه أفضل من حكم مصر في في الـ 210 أو 220 سنة اللي فاتوا من أيام محمد تمام والكلام ده مش رأيي أنا ده رأيي كل واحدة بتسمعنا وكل واحد بيسمعني دلوقتي وكله زي بصر أو بصيرة تمام شايفين مصري بتعمل فيها إيه مصر جمهورية مصر من الغرب لأقصى الشرق والشمال الشرقي والحد الجنوب وعلى مستوى الأمة العربية وعلى مستوى العالم إحنا شايفين اللي بيحصل وبالتالي مصر الناهضة مصر الحلم الجميل اللي بدأ من سنة 52 ولم يتحقق كانها يتحقق ولكن مؤمرة اللي تعرضنا لها سنة 67 اللي ضبرتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بمساعدة مش هقول بقى بمساعدة مين لأن لما قلنوا مساعدة أخويا ما فيش داعي طبعا لحد ما نقلونا لليمن وراحوا في اللحظة اللي عبد الناصر بيسحى فيها الجيش المصر الملمع عشان يتصدى الإسرائيل جير يجري وضربونا ضربة 67 تمام كسروا مشروع مصر العظيمة اللي كانت مصر أصبحت قائدة للمجموعة الثالثة في العالم اللي هي مجموعة عدم الانحياس النهاردة مصر تخطط قيمتها قيمة مصر في قيادة عدم الانحياس لأن مصر النهاردة قيمتها قيمة اقتصادية وعلمية وصحية وتعليمية وصناعية وزراعية كل ده مصر ارتقت فيه وبدأت تبقى من الدول المنطلقة في وسط العالم مصر دي اللي لازم المجلس النواب بتاعها يبقى هو النموذج هو اللي يبني مصر الحلوة مصر اللي يوجد فرص عمل مصر نواب مصر اللي يوجده يساعده في إيجاد فرص عمل يعني بالعربي هي الحكومة هي حكومة الوزراء ودي بقى المجلس النواب ده فيه مجموعة الناصحين للحكومة الناصحين ده لازم يكون عنده موخة حل لازم يكون تهم القصة مش يزاي لازم يكون عارف الظروف الدولية المحيطة في مصر امتى اشط الكورة وامتى احتفظ بها تحت رجلي وامتى اجيب جون وامتى ما جيبش الجون وامتى اركز زفاع وامتى اركز هجوم موضوع إدارة الدول مش لعب موضوع إدارة ولا أعد ولا كلام في القهاوي أنا هو واحد بيتصل بيا كمان يعني الراجل ماهتمش بنفسه في التعليم لكن لما بيتصل بيا بيقعد يفتي المشكلة أنه بقى أصبح في الشارع بتاعنا فيه كذا مفتي في كل المجالات ده فيه ناس بتفتي في مجال الاقتصاد أما هي دي الأزمة اللي احنا بنعالم منها الحقيقة مين يفهم في الاقتصاد ده قلة من الاقتصاديين اللي بيفهموا في الاقتصاد وإحنا ما صدقنا لقينا طارق عامر ووزير المالية محمد معيد الوزير أو الدكتور محمد معيد الله يمسيهم بالخير ويكرمهم زي ما بيكرموا بلدهم أنا بشوف في الناس دي مرهقة ازاي بشوف في الناس دي ماشية من غير كارباطة مخنوقين من الإرهاق وعائلة عادة ساعات النوم كل ده فدى المصر لازم كلنا نبقى فدائيين مش محمد المانسي بس الفدائي ولا الجندي ولا الزابط السوشد أو المبارك أحمد منسي أحمد منسي لا ولا غريب عبد التواب ولا محمود حسن عبد الباري لا كلنا لازم نكون فدائيين علشان لما هنبقى كلنا فدائيين حتى في المصانع وفي الغطال وفي معامل الأبحاث اللي بيخترعونا اللي بيعملوا أبحاث على الدور بتاع الكورونا دلوقتي عندنا بسر والسوكات تمام وبيعملوا ازدعاية وما فيش حد بيصورهم ولا بيوضح النشاط بتاعهم والجهد بتاعهم والقراية بتاعتهم والمخ اللي شغال لا احنا لازم ندعم كلنا نبقى فدائيين في كل حاجة حتى بتطيب اللقمة اللي بتتاكل في البيت عشان نعيش على قد الحافي طيب أنا عايز رسالة أخيرة عشان الوقت رسالة أخيرة أنا معايا دقيقة دقيقة واحدة رسالة أخيرة بتوجهها للشعب يا شعب مصر يا شعب يا عظيم يا شعبي اللي قدمت في الفترة الأخيرة ما يقرب من أو ما هو أكثر من ألفين شهيد من أحلى الشباب والرجالة تمام من الداخلية والشرطة من الداخلية والجيش والمواطنين المدنيين وطلبة الكليات العسكرية في الدأهلية تمام اللي بيتنسفه بمتفجرات في الشارع كل ده يا شعب يا عظيم يا اللي بتكافح في الغيط يا اللي بتكافح في المصنع بتاعك وفي الورشة يا شعب مصر يا عظيم يا اللي استحملت قذارة الإخوان في السنة ونص اللي تحكموا فينا فيها يا شعب مصري عظيم يا اللي فاهم قذارة المؤامرات العالمية وصابر عليها يا رئيس الجمهورية يا بطل أنت والوزراء اللي معاك كامل احترامي ليكو والكل ستة مصرية والكل أب مصري حريصة على أن اللقمته تبقى حلال وأن اللقمته تبقى من عرق جبينه وأنه يحافظ على مال الدولة المصرية عشان ترتقي بنا وعشان نقعد ونحط رجل على رجل في وش العالم تمام وعشان ما يجيش حد عبيض أو سازج يشتمنا أو يغلط فينا وفقنا تمام وأنا يعني أضم صوت لصوت سيادتك وبشكر حضرتك في نهاية هذه الحلقة سيادة اللواء محمود منصور النهب الأول لرئيس حزب الغد وبقى أتفضل بي الشكر لحضرتكم على أن نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله في حلقة جديدة من نقطة نظام شكرا لحضرتكم